عمر هدفنا مكان كشف الأسرار والأمور الشخصية للمشاهير ولكن مع انتشار سريع للإشاعات والأخبار صبح من لازم علينا أننا نقربكم من الحقيقة ونصلو لكم صورة كيف ما هي مرحبا بكم في حلقة جديدة السيد عنده الكونسير 4.48 ساعة تحنقذ الكباري سكران وشام سيمو بن بشير اللي عرفنا في عالم الشوبيز وتغطية الأحداث الفنية العربية والمغربية ولقاءاته مع نجوم العالم وكذلك تصريحاته لكثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي والمنابل الإعلامية وكان آخر هدل القضايا قضية سعد المجرد وكذلك تصريحه بخصوص ملف حمزة مونبيبي وصدر حاليا كتاب بعنوان سنيكي الشوبيز المشاهير والسحر الأسود وكيف طلعنا على الكتاب اللي كيتكلم عن الأسرار الأعمال التجارية بالمغرب وعن استخدام المشاهير السحر الأسود لتحقيق النجاح بأي وسيلة وقوله أن هناك سيدة اسمها رقية كتعتبر ملكة السحر كي ائتها عدد من المشاهير ويجال الأعمال بسبب مشاكل المادية أو المشاكل العملية وأنه عدد كبير من أسماء المشاهير تستفدو من الخدمات ديالها اللي كتقدمها لهم وقوله أن المغرب بلد سحر وانتقاده بقوله المغاربة اللي يتمتعون بسمعة طيبة وبعد صدور الكتاب باللغة الإنجليزية والفرنسية كيستعد حاليا لطرحوا باللغة العربية كابسول ترفيهية اسمها الفرقة كنشوفوها على القناة الثانية مناسبة كأس العالم السيدات بأستراليا ومشاركة المنتخب المغربي النسوي الفرقة يقوم بتقديمها عدد من المشاهير والمؤثرين اللي يلقوا انتقادات كبيرة بسبب تغطيتهم المباريات المنتخب المغربي وكذلك ستوريات اللي كيتهروا فيها كيشجع المنتخب وتداول نشاطاء الرأي ذي لهم في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابل الإعلامية أن الفقرة اللي تتم تقديمها بعيدة كل بعد عن فكرة الرياضة وأن المقدمي هاد الفقرة ما عندهمش الخبرة في تغطية الأحداث الرياضية وحدث عالمي بحل كأس العالم للسيدات بأستراليا بينما العديد من رواد التواصل الاجتماعي شوفوا أن هاد الفقرة كدخل في إطار النشيط والطرفيه وإعطاء صورة لمشاشع المغربي بينما ميهنيون كيعتبروا أن الفقرة لازمها دوي التخصص بعيداً على العشوائية وكتجدر الإشارة أنه في الفترة الأخيرة صبح انتقاد لعدد من المشاهير والمؤترين على تقديمهم البرامج بعيدة على التخصص ديالهم ودخولهم لمجال الصحافة والإعلام بطريقة غير رسمية ميتخ جيمز كيقرر إلغاء حفله الموسيقى المقرر لأسبوع القادم يوم 11 غشد بتونس انتجاجاً على ظروف المهاجرين بحيث أعلن على إلغاء حفله الموسيقي اللي غيكون يوم 11 غشد في جربة تونسية مديداً بالمحنة اللي كيعاني منها المهاجرين ما بين تونس وليبيا وقال بحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن أطفال ونساء ورجال رحلوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير استثنائية ولا يمكنني مواصلة رحلتي إلى تونس لا أعرف أين الحلول لكن هذه المحنة صعبة وكانت الأمم المتحدة أخر هات الأسبوع الماضي دعاة الحلول عاجلة لإنقاذ مهاجرين تائهين الأسبوع قرب الحدود تونسياً ليبيا بعد غياب عن الساحة الفنية المدة كبيرة من خلال جديدها الغنائي برغم من تألقها في الحفلات الغنائية اللي كتقوم بتقديم ديالها الفنانة المغربية حسنا زلاخ كتصدر جديدها الغنائي ويا البنات كلمات نور مقدور وتوزيع نوح عبدي وتفاعل جمهور حسنا زلاخ مع الأغنية جديدة لها وكذلك عودتها للساحة الغنائية وتعمها وتشجيعها وطلب منها جمهورها طرح لمزيد من الأعمال الغنائية شاركوا معنا في القناة باش تعرفوا جديد أخبار النجوم وكل حاجة بعيداً على الإشاعة دائماً على تيلي بلوس تيلي بلوس تميز ومصداقية